شخصية تدي لك إحساس بالثقة رغم إن هي ما بتقولش الكلام من عندها هي بتجيلها النشرة وبتقرأها لكن بتفرق عندي أنا نفسي يعني شخصياً إنه قرق النشرة برضو عندي بيخلف من بعضه يعني مثلاً واحد أسمعه بيقول النشرة يمكن ما يخشش الكلام في روعي ما فهموش ما يكونش بيقف في الوقفات السليمة فما عرفش الفواصل فين أو يعني المعنى هنا خلص وابتدى حاجات كده يعني حتى قرأ النشرة اللي هو ما بيقدمش مادة مبهجة وسعيدة أو ما هيش خلاقة ومرحة أو مش عارف إيه لكن في الآخر برضو له طبيعة تخليك تنقيه تخليك تستنى تخليك تسمع منه الخبر أريح من الناس دولة الأستاذة حنان منصور مرسي يا أستاذ إزاي أهلا بيكي إزاي أخبار الحمد لله الحمد لله هل مواصفات قرأ النشرة مختلفة عن مثلاً مقدم البرامج أي أن كان نوع البرامج؟ آه طبعاً مواصفات قرأ النشرة نمر واحد أنه هو يكون مالك أدوات اللغة كويس ويكون بيعرف يتكلم لغة عربية فصحة إنما مقدم البرامج ممكن زي ما حك بتتكلمي كده يتكلم بالعامية لكن مش معقولها تقدري تسمعي النشرة أخبار بالعامية إزاي نمر واحد أنه هو لازم يكون مالك أدوات اللغة كويس في اللغة ويستحسن لغتين ده علشان الألفاظ ونطق الأسماء الأجنبية لأن دي كانت مشكلة مشكلة بتواجه مزعين كتير نطق الأسماء الأعجمية وما فيش نشرة أخبار بتبقى خالية من أسماء أعجمية فلازم يبقى عنده إتقان للغة العربية واللغة الأجنبية واللغة العربية يبقى عارف مخارج الحروف عارف ينتق الحروف كويس فاهم الخبر يعني هي ليها معصفات تختلف وإن كان يعني قارئ النشرة ممكن يقدم برنامج آه طبعا لا بس هو معدي الوطافة لكن برنامج مقدم برنامج ما أقدرش يقولها يعني أنا فاكرة أول ما اشتغلت في البرنامج العام في الإزاعة كنت قاعدة عاملة كده وما أقولش لمدة شهر غير هنا القاهرة وقاعدة أقولها بقى لو أول مرة هنا القاهرة هنا القاهرة أقولها بكذا طريقة وبعدين أقول موجز وبعدين الموجز أقول نشرة بسيطة وبعدين نشرة تقيلة كده دلوقتي لا الأمور اختلفت خارس يعني كانت بتبقى وقعها عامل إزاي لما تقوليها هنا القاهرة دي عايزة أسمعها تاني منك أول مرة عايزة أقولك كنت في الستوديو أول مرة أدخل الستوديو البرنامج العام وده كان اللي هو الشبكة الرئيسية في الإزاع فكانت رجليا بتخبط فبعدها مش قادرة يعني أنا هقول هنا القاهرة طب أقولها إزاي وبعدين قلتها فكان معايا مزيعة يعني من المزيعات اللي علموني في البرنامج العام اسمها الأستاذ هالة الحديدي طبعا عرفاها طبعا طبعا هي كانت يعني شخصية قوية جدا بس كانت متمكنة في العربي أيوة فأول مرة فاروق شوشة وفاروق شوشة وفاروق شوشة وفاروق شوشة لغتنا الجميلة وبنت عبد الحميد الحديدي فكانت معاها أول نشرة في الإزاع فقالت لي أنت قلت هنا القاهرة كويس بس ما مدتيش الألف أيوة يعني قلت هنا القاهرة لأ كان زمان يقولك قولي هنا القاهرة كده ونسكت تقولك هنا القاهرة أيوة شوفي بيفرق بتفرق جدا بيعني تعرفي قول هنا دي تعرفي أنه ده المزيع الفلاني أيوة يعني كان الأداء كمان متميز فطبعا في فرق إيه أكتر حاجة سعاقتك ويعني قريتي الخبر حاجة يعني بطبق أخبار يعني أخبار نيوز يعني حاجة حصلة أيوة مش لازم دايما تكون حاجة لا رائعة ولا هباب الحقيقة أنا كنت أقول واحدة أقول خبر حرب دخول صدام الكويت اللي هو حرب احتلال الكويت اكتياح الكويت اكتياح الكويت والحقيقة كنت يعني في حالة ما كنتش منصدقة يعني كنت حاسة أنه دي هندخل على حقبة مختلفة خالص بقى وأن الخريطة هتتغير خالص فقبل ما أدخل أزيع الخبر يعني ما أنا لازم أقوله بهدوء وما زعقش وما بتسمش فقلته الحمد لله خلصت عدة وخليت بقى زميلي معايا يقرأ بقية الأخبار يعني بس حسيت أن أنا كنت مهتمة قوي أن أنا أقوله بالشكل يعني التقليجي اللي كان وقتها متعرف عليه طيب فيه كمان مثلا تحسي أنه أحيانا يجمعوا يجمعوا كل الجافس العالية قوي اللي بيعملوها المزعين بالذات النشرة لما تجي له كريزة ضحك لما يكون قاعدة عن كرسي فالكرسي يقع بي يعني فيه فيه حاجات بتتجمع كده اللي هو مش في قيدهم أو يكون بيكلم المرسل فالمرسل الجراف مثلا خد دماغه بطحه الحصان رفصه فيه حاجات مندي كتير قوي هل حصل في حياتك ده ولو كان حصل أو يعني كنت بتتدربه على كيفية لا إحنا ما تدربناش على ده خالص إنما طبعا كل حد فينا حصل له يعني أنا كان دايما يشتغل معايا موزيع ده مخفيف وكان يتعمد يقول لك نكت قبل النشرة والتيتر طالع على الهوى يقوم إليك نكتة كده يخليكي ما تقدريش خالص فكنت بشتغل معايا فكنت أنا بقى من نفسي يعني أنا عارفة إنه إيه هيقول لي حاجة وأنا كان دحكي سهلي يعني مش يعني ممكن أضحك بسهولة فلما كان يقول لي نكتة على الهوى يعني مش قادرة أقول لك بقى كنت بحس بإيه ما أنا أطلع أقول خبر جد جدا وده عمال يقول لي نكتة ويقولها بكده يعني كانوا يتعمدوا ساعات يعملوا الحاجات جيش يشوفوا رد الفعل بس الحمد لله كان على الشاشة ما يبنش إنما مرة كنت في الستوديو مش بقى ضحك لمبة كبيرة كده قوي راحت بوم مكسورة أو مفرقعة كنا في استوديو 11 في الدورة التالية لأ دي أنا بن علي كده إن أنا قلت في إيه يعني حاجة ومرة زلزال مش بتاعي 92 لأ إنما حصل حاجة كان هزة كده من التوابع ولقينا الستوديو من بره عمال كده شوية في حاجة دي برضو حاجة عارفة بتبقى سنة لحظة لحظة كده لما بيكون المخرج ابن حلال وكده صديقك يعني وفهمك يوم جايب لك فيديو يعني يضيع من عندك صورة بتاع لوحة أي حاجة غير بقى الكحة اللي تيجي للواحد أنت عايزة تعتاسي جيلك برد فجأة صوتك يغلوش فجأة جيب تبقى بقى دي على التلفزيون حرمي يعني في الإزاعة كان عندنا الكافكي ده الكافكي تبوسي تكحي وتعملتها لكن التلفزيون مفيش وده أحد الحاجات اللي خلت الواحد برضو يعني جاله فترة عرضي أنه يروح يشتغل في التلفزيون فقلت لا ده أنا بعطس عطس بتحصل كتير بالسابعة والتمانية عطسات يعني في ربع ساعة بقى الجمهور مستني ما خلص عطس دي بتحصل طبعا إنما برضو المخرج ساعات يلقط يعني يقولك إيه طب أنا قفلت كحي بقى براحتك تحتاسي براحتك خجي راحتك يعني كده لكن برضو بتبقى مرتبطة بوقت ما بتخجيش راحتك قوي يعني غير الإزاعة الإزاعة أسهل أيوة طبعا الأخطاء بقى العفوية الأخطاء العفوية شوفي في الإزاعة كنت بقدم أغنية اسمها مرة بي الفيروس فقعدت كده بقى مش يعز غنونة كده وقعدت بقى أحلم وأقولك جبران وعبد الوهاب وفيروس كله ونفسوتي وبانجلي لوقت فبدل ما أقولها مرة بي قلتها مرب جات إزاي يا أستاذة جات إزاي دي ما تفهميش فطبعا لقيت مهندسة الصوت في الأرض مش قادرة مش قادرة حتى تشتغل يعني مش مصدقة إن من قسم مرب من مربي لمربة وبعدين كان فهمي عمر رئيس الإزاع لقيت تليفون جايلي بقى في الستوديو بقى أزعيع وإنتي إزاي لطلعيلي فورا بعد ما ما لشفتي أخلص فطلعت له قلت له طب أعمل إيه أستاذ فهمي أنا لوقتي يعني أنا مش قصدي وكده عقبني وعملي قال لي كانوا زمان يعملوا الأول لفت نظر شفوي ما يدخلش دوسيا بل أنا هعمل لك لفت نظر وحنزله لك الستوديو الستوديو كان بيتحلق على اللوحة بتحلق على اللوحة أيوة قلت له في عرضك أرجوك يا أستاذ فهمي من فضلك ودي أخر مرة قال لي طب خلاص عفونا عنكي بس تعمليها اشتهنيها بس أليلة يعني اللوقات أليلة عنكم اللوقات ما كانتش كتير لأني كنت أركز كويس أركز كويس يعني في التليفزيون يعني ما فتكرش قوي أنه حصل نوقات أو حصل حاجة كده إنما كنا بنتفقين برضو كان معايا في نشر تسعة زميل ليا اتفقنا إن أنا أقول عنوان وهو يقول اللي بعده فجينا نقول لقيت نفسي بقول معاه أو هو بيقول معايا يعني فتلاحنا احنا اتنين نفس الصوت فبصيت له كده عشان بتجي تاني حصل نفس تاني روحتوا آيالين مع بعض روحنا آيالين تاني مع بعض وبان إيه هو بقى أتكلم وأنا بقى أتسكت أقولت الواحد يحترم نفسه بيحصل كده سيبي يقول آل آل يقول هو والله أنا سعيدة جدا أن أنا استضافت أهلا بك أنت نموذك جميل ومشرف محترم مرسي خالص متشكر وأتمنى أنه يعني الأجيال اللي جاية تحزو حزوك وترجع تستعيد بهاء قارئ النشرة زي ما احنا شايفينه قدامنا كده مرسي خالص خالص متشكر عاوية أستاذ عيس عائد مرسي ربنا يخليكي كتر خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر